أعزان الطلبة السلام عليكم ورحمة الله أحييكم وأقدم لكم درس الثالث الدوال المثلثية للزوايا اللي ما تكون في الربع الأول يعني الزوايا الأكبر من الحادة مثل الزوايا المنفرجة أو المنعكسة الآن لو أنا رسمت زاوية هاي الزرقة شايفينها رسمناها بالوضع القياسي ومر ضلع الانتهاء بالنقطة x y نستطيع معرفة المسافة ما بين نقطة العصل وهاي النقطة x y هي r r بتساوي جذر x تربيع زائد y تربيع بعدين نروح نطلع النسب المثلثية الأساسية sin theta j يساوي y على r أما الكوساين اللي هو الجيب التمام x على r أما التان اللي هو الظل يساوي y على x مشترطين إنه x ما تساوي صفر لأنه لو x صفر بيصير التان غير معرف زي التسعين درجة الآن مقلوب الساين كوسيكانت كوسيكانت اللي هو r على y مقلوب الكوساين سيكانت r على x مقلوب التان كوتان x على y نخذ المثال طبعا هنا فيه مثال محلول نريد نحل التحقق من الفهم اللي أمامكم يقول إذا كان ظلع انتهاء الزاوية theta مرسوم ويمر وضع في الوضع القياسي ويمر بالنقطة سالب 6 و 2 جد الدول المثلثية 6 لهذه الزاوية أول خطوة بروح أطلع r تساوي جذر سالب 6 تربية زائد 2 تربية تطلع r تساوي جذر الـ 40 تلقوها بالآلة الحاسبة 2 جذر العاشرة يعني ممكن الآلة الحاسبة تبسطها جذر الـ 40 اللي هي تساوي 2 جذر العاشرة ممكن في ناس يحلها زي هيك يكملها 2 جذر العاشرة الآن بعد ما طلعت r بروح أطلع النسبة المثلثية 6 هذه إيش r وهذه إيش هنا x و y يلا النقطة سالب 6 و 2 هذه الإكس و هذه الـ y بروح نطلع على r الآن الصين صين فيتا وقانون إلو يقول y على r يعني 2 على 2 جذر العاشرة نقدر نختصر 2 مع 2 بيطلع 1 على جذر العاشرة هذا الصين النسبة الثانية كوسين ثيتا تساوي x على r واللي هو تساوي سالب 6 على 2 جذر العاشرة نختصر سالب 6 مع 2 بيظل سالب 3 على جذر العاشرة إذن هذا الكوسين نروح الآن نطلع إشي اسمه tan tan ثيتا ظل النسبة الثلاثة الأساسية الباقيات مقلوبة إذا عرفت هذول أعرف فضلا tan يساوي y على x والy 2 والx سالب 6 2 على سالب 6 وقدر اختصرها 1 على سالب 3 أو سالب 1 على 3 تمام الآن بدنا المقلوبات يلا مقلوبات مقلوب التان كوتا التان 1 على سالب 3 الكوتان سالب 3 على 1 مقلوب الصين أنا كتبت صين مقلوبه إيش مقلوبه شوفوا هذا بدأ بالS نحن نبدأ بالS مقلوب كوسيكان كوسيكان ثيتا كوسيكان ثيتا يساوي مقلوب الصين إذا المواحد على جذر العشرة يصير جذر العشرة على واحد النسبة المثلاثية الأخيرة سيكانت قاطع مقلوب لمن؟ مقلوب للكوساين كوساين سالب 3 على جذر العشرة هذا بيصير جذر العشرة على سالب 3 إيك طلعنا النسبة المثلاثية ال-6 أي الوحدة كتبت نفس لونها زاوية تسعين أو باعة 2 هذه زاوية الربعية الثالية زاوية الربعية الثالثة التي هي 180 تجي زي زاوية الربعية الثالثة 270 أو 3 باعة 2 180 هي نفسها باعة طيب الآن كيف نطلع النسبة المثلاثية للزاوية الربعية لاحظوا هنا قلنا صفر وآر لا أفضل أنا ما بدي نطلع هن هيك بدنا نقدر نسوينهم جدول أهم زاوية الربعية صفر وتسعين درجة ومئة وثمانين درجة وشو كمان ومئتين وسبعين درجة 360 درجة هي نفسها الصفر لو بدي أحولهم إلى تقدير دائري هي تبقى صفرات هي باعة 2 هي باي وهاي ثلاثة بايعة 2 تمام؟ يلا خلينا نأخذ الصين ونأخذ الكوسين ونأخذ التالي هذا لك مقلوبات إذا كان معرف أو غير موجود يلا بالنسبة للصفر صين الصفر صفر صفر صين الصفر صفر كوسين الصفر واحد ثاني الصفر صفر أنه يجي صفر أنه يجي صفر على واحد أما بايعة 2 اللي هو هنا سائل عنها شايفينها أي المثال محلول للبايعة 2 في حاجة غير معرفات التان والسكن تسعين التسعين صين التسعين واحد بينما كوسين التسعين صفر ثاني التسعين رح يكون واحد على صفر هذا غير معرف إذا نكتب هنا غير معرف أما المئة وثمانين اللي هو يتجي هاي اللي بيسأل عنها بالنسبة للصاين تجي سالب واحد صفر والكوسين سالب واحد والتان رح يكون صفر المئتين وسبعين اللي هي ثلاثمائة وثلاثة بايعة 2 الثاني ينقلها سالب واحد والكوسين صفر والتان غير معرف طبعا المقلوب إذا يكون المقام صفر يكون برضو غير معرف فهذه الزاوية لو أننا رسمناها بالوضع القياسي هذا الظل على الابتداء بدك تمشي عند سالب 2 وصفر هايها إذن هاي الزاوية عبارة عن مئة وثمانين درجة مئة وثمانين هذا الصاين وهذا الكوساين وهذا التان نكتبوا الكويان نقول ساين ثيتا كونه هذا على الجزء السالب من محور إكس يعني مئة وثمانين ساين ثيتا رح يكون صفر كوساين ثيتا رح يكون سالب واحد حسب الجدول اللي أخذناه الآن تان ثيتا تان يساوي الصاين على الكوساين تان ثيتا يساوي صفر على سالب واحد صفر طيب نجي للمقلوبات يلا أول جدي مقلوب الصاين اللي هو كوسيكا ثيتا يساوي مقلوب الصاين هو صفر على واحد واحد على صفر غير مؤرف شو الثاني مقلوب الكوساين سيكانت تساوي هي سالب واحد على واحد فمقلوبها واحد على سالب واحد يعني بالظل نفسها لأنه هي سالب واحد على واحد مقلوبها واحد على سالب واحد نفسها يعني تمام التان صفر على واحد لما أقول أبو يصير كوتان كوتان يعني واحد على صفر غير معرف كوتان فيتا غير معرف هذا بالنسبة لهذا التحق يعني فيه اشي اسمه الزاوية المرجعية طبعا أنا عندي المستوى زي هي عندي الربع الأول عندي الربع الثاني وعندي الربع الثالث وعندي الربع الرابع تمام لو رسمت زاوية بالربع الأول زي هيك هاي بتكون زاوية مرجعها نفسها يعني ثيتا زاوية المرجع إليها نفسها الآن كل زاوية إليها زاوية مرجع لاحظوا الزاوية اللي بالربع الثاني زاوية المرجع هاي أقرب زاوية مع محور إكس حادة بتكون هاي هاي كيف أطلعها مئة وثمانين ناقص ثيتا يعني بالربع الثاني زاوية المرجع مئة وثمانين ناقص ثيتا الربع الثالث أقرب زاوية مع محور إكس هاي زاوية حادة كيف أطلعها ثيتا الكبيرة ناقص مئة وثمانين هاي زاوية المرجع لما تكون بالربع الثالث زي هيك أقرب زاوية حادة مع محور إكس هاي كيف أطلعها ثلاثمائة وستين ناقص ثيتا شو بيقول السؤال أرسم كل من زاويتين الآتيتين ثم أجد زاوية المرجع يلا سالب مئة وعشرة بسم الله الرحمن الرحيم تقريبا برسم ضلع لابتداء زي هي وبمشي مع قارب الساعة مئة وعشرة هاي مئة وعشرة طيب يا ترى بدي زاوية المرجع هاي زاوية المرجع هاي اللي عليها إكس هاي زاوية المرجع كيف أعرفها شو ناقصني عن المئة وثمانين ناقصني سبعين إذن زاوية المرجع الرمز هيك ثيتا شرطة رح تساوي سبعين شان مئة وعشرة زائد سبعين بيسكره المئة وثمانين في ناس يقول أنا بقدر أعرفها بطريقة ثانية يجي زي هكا يقول سالب مئة وعشرة بيزود عليها ثلاثمئة وستين بيظل مئتين وخمسين هاي مئتين وخمسين هاي كلها مئتين وخمسين بنقص من المئة وثمانين بيظل هذه زاوية المرجع اللي هي سبعين درجة يلا تسعة ضائعة ثلاث شرا يكون نحولها الدرجات شان احنا يعني جو صعب علينا نمثلها نقول تسعة ضرب مئة وثمانين على ثلاث وتطلع نختصر ثلاث مع مع التسعة بيظل ثلاث ضرب مئة وثمانين ثلاثة ضرب مئة وثمانين اللي هي خمسمية واربعين خمسمية واربعين درجة ثلاثة ضرب مئة وثمانين خمسمية واربعين درجة طيب يلا خلينا هيك احنا حولنا على درجات عشان نفهمها لكن في ممكن نشتغلها على باي ايضا طيب الآن يلا بدنا نرسم هاي ظل على ابتداء شو بنقول هاي مئة وثمانين ومئة وثمانين ثلاثمية وستين وكمان مئة وثمانين هاي خمسمية واربعين ايضا اجت هنا زاوية المرجع ايضا هذه الزاوية ما الها زاوية مرجع هذه ربعية هذه زاوية ربعية هي مرجع لحالها تمام تذكروا قبل شوية اخذنا انه الصين الصين يساوي واي على ار طبعا ار دايما موجبة لكن الواي وين موجب الواي موجب هنا على هذا الجزء تحت الواي سالب يعني تحت الصين سالب اذا الان الصين هنا موجب والصين هنا رح يكون موجب وكذلك المقلوب الوه الوه اللي هو الكوسي كانت موجب وهنا موجب الربع الاول كلهم موجب كلهم موجب كلهم لحظه كلهم موجب لكن بالربع الثاني ما بيطلع موجب الا الصين والكوسي كانت مقلوبه طيب بالربع الثالث بيكون التان هو الموجب ومقلوبه مين موجب بالربع الثالث التان والمقلوب فقط والباقي سالب بالربع الثاني الصين والمقلوب والباقي سالب بالربع الثالث الكوساين والمقلوب هو الموجب نقدر نوضح لكم يا زيك هنا نقول الأول موجب STC شركة الاتصالات STC ساين تان كوساين ومقلوباتهم هذولا اللي موجب هذا الجدول بدنا نحفظه وممكن نطلعه من الحاسبة بس عشان تحصيلي ذولا بدنا نعرفهم نحفظهم كويس طيب شو نستفيد احنا من هاي الإشارات ومن الزوايا الرئيسية صاين الثلاثين انه نص صاين الخمسة واربعين جذرة اثنين على اثنين صاين الستين اثنين على جذرة الثلاث وهكذا ذولا شو نستفيد منهم طلع منهم الزوايا التالية تكررنا يقول لك بده كوساين المية وخمسة وثلاثين طبعا شو بيقول هون بده القيمة الدقيقة الها المية وخمسة وثلاثين وين تقع اي ربع تقع بالربع الثاني ها هاي ضلع الابتداء هاي مشينا التسعين كمان شوية نص المية وخمسة وثلاثين هاي المية وخمسة وثلاثين بده الكوساين الكوساين يساوي اول شي سالب ليش سالب لأنه الكوساين بالربع الثاني سالب كوساين بالربع الثاني سالب تمام الله أكبر الآن بنروح نطلع زاوية المرجع هاي زاوية المرجع اقرب زاوية مع محور اكس نقول مية وثمانين نقص منها خمسة وثلاثين الظل خمسة واربع quindi زاوية المرجع خمسة واربع معناته الكوساين الها نفس كوساين الخمسة واربع نرجع هنا كم كوساين الخمسة واربع جذر ثلاثين عثنين او واحد جذر اثنين اذا جذرة اثنين على اثنين من كسين الخمسة وارب عيد السالب طبعا لانها بالربع الثاني شوف اللي بعدها تان خمسة باي على ستة تقدر تحولها على طول تان خمسة في مية وثمانين على ستة تطلع بالنهايتان مية وثمانين على ستة فيها ثلاثين ثلاثين بخمسة مية وخمسين ابنتان المية وخمسين كأنها هاي الزاوية مية وخمسين نأتي زي هيك نفسر الخطوة نروح نرسومها ضلع الابتداء بنمشي مية وخمسين هاي مية وخمسين هاي زاوية المرجع أقرب زاوية حادة مع ضلع الانتهاء كيف طلعها مية وثمانين ناقص مية وخمسين تطلع ثلاثين طيب شو وضع التان هنا قلنا الربع الثاني بس الصين ومقلوب وموجب إذن التان هنا رح يكون سالب تان خمسة باي على ستة يساوي سالب لأنه بالربع الثاني التان سالب سالب تان الثلاثين نرجع على الجدول نرجع على الجدول شعن نعرف كمتان الثلاثين هاي تان الثلاثين جذر الثلاث على ثلاث إذن بصير ثلاث على جذر الثلاث ثلاث على جذر الثلاث مقلوب لا يش قلنا نحن جذر الثلاث على ثلاث نفسه جذر الثلاث على ثلاث نعيد كمان مرة لماذا تان خمسة باي على ستة لقناب الربع الثاني إذن سالب طلعنا زاوية المرجع الثلاثين نفس تان الثلاثين كم تان الثلاثين جذر الثلاث على ثلاث فس